السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عائلة فكرة تاني في كل العالم ما زالوا يتحدثون عن الأمراض ونتحدث عن الوقاية يتحدثون عن الفيروسات ونتحدث عن المناعة يتساءلون لما مات الألاف ونجاوب لما ينجل ملايين النهاردة حلقة هندخل في أعماق المناعة حاجة بتحصلك وبتحصلي وبتحصل كل يوم ملايين المرات وإحنا ما نعرفش عنها حاجة خالص حلقة ممتعة من الألف للياء هتعرف قد إيه قدت ربنا وهتجاوب على السؤال ليه مليارات الفيروسات والبكتيريا لا يمكن تكسب الجنس البشري آخر الحلقة في مسابقة عاملينها لكي نشارك عائلة فكر تاني في حلقة لتنين مليون أنا كريم علي وانتوا عائلة فكر تاني هاتوا الماتشا نتابل بعد الفوصل يلا بينا موسيقى 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 اليوم سنتحدث عن جزء من المناعة صغيرة مناعة الجلد أنت كل يوم وكل ثانية بيجي على جلدك بيجي مليارات وملايين الفيروسات والبكتيريا والفطريات عايشة معانا وجزء من حياتنا وبتساعدنا أن نطرد البكتيريا والفيروسات الضرة وليها جزء لا يتجزئ من المناعة الجلد ده العامل الأساسي أن نحن يحمينا من المجال الخارجي أنت عندك جلدك بقى عن كذا طبقة مش هدخل في تفاصيل طبية مهم طبقتين فيهم الجلد والطبقة التي تحت خلص هي الفات وفيها الأجسام المناعية أجسامك المناعية اللي ورى الجلد 80% أكثر من اللي موجودة في الدم لأن جسمك العبقري باعت حرص حدود في منطقتين ورى الجلد ورى الأمعاء فهمت دلوقتي ليه دي أماكن المناعة أو جنود المناعة وحرص الحدود موجودين طول الوقت بعبارة عن تحت الجلد ده موجود ايه؟ النتشور الكيلر سيلز موجود ايه؟ لو انت ما شفتش حلقة المناعة اعطي لك الرابط بتاعها روح وقف الفيديو روح شوفها وارجع استمتع عشان تفهم ما اقول ايه؟ أرجع للموضوع تحت الجلد موجود النتروفيلز والمكروفاجز والدنتريتك سيلز وإيه خلايا مصت اللي بتعمل الحساسية طول الوقت راح جاية تشوف اي حاجه هنا تشوف اي حاجه هنا المجال الطبيعي بتاعها طول الوقت تشوف اي حادرتك فتحة انابيب للجلد تاخد عينات وتروح توديها المعامل المركزية اللي هي الجهاز اللينفاوي لو في يقول لها اه في نسبة فيروسات جميلة روحي مفيش مشكلة اه ده نوع بكتيريا مفيش مشكلة منه روحي كميلي وديلنا التقارير اول بول فانت عندك نظام سيرفلانس عندك كاميرات مراقبة طول الوقت على كل جلدك طول الوقت تمام دلوقتي دي الحالة طبيعية طب مش حالة طبيعية وانا حضرتك بقطع حتة اللحم عشان اعمل استيق لجاسي صباعة قطعة بص بقى اللي بيحصل في عزمة ربنا بعد اسبوع من القطعة دية خلاصة نانسيت والجلد راجع ومفيش اي حاجة حتى اثناء السبعة ايام ممكن احط حاجة مطهرة وشوية بتادين وخلاص والموضوع ماشي ايه اللي بيحصل في الجسم يا دكتور في السبعة ايام دول فات عينك وركز وشوف قدرة ربنا واجهازك الملاي يعمل ازاي اهم حاجة الجسم يعملها ان يوقف الدم لان الدم ده حياتك الوعاء الدمه والواحد بيحس ببعضه لو فيه حتة تقطعت وحتتين بعده عن بعض في نفس الثانية تبتدي تفرز مواد كيميوية تخلي فيه فيبرونجين وفيبرين يبتدي يعمل جلطات العضلات بتاعت الاوعاء الدموية تبتدي تنكمش وتنقبض عشان الطرفين يقفلو عشان الطرفين يحصلوهم تجلط اوتوماتيك لوحده نظام ساستين مفوش كلام تمام يبقى دي اول حاجة وقفنا الدم طيب ماشي دي مشكلة الدم يبتدي الجلد او طبقات الجلد تيجي دايما من تحته هي اصلا كل اسبوعين بتتجدت تماما من تحت الفوق الجديد يجي من تحت يطلع الفوق لغاية ما يموت ويبقى خلايا جلدية ميتة كيروتنايز او يعني لها خصائص معينة تبقى تقيلة وتخينة ومتتقصرش بالحرارة اللي هو الطبقة الاخيرة من الجلد تمام انت دلوقت جلدك تفتح فيبتدي يعمل ايه بعد موقف الدم يبتدي يطلع الخلايا من تحت الفوق لانه لو قفل من فوق وتحت ممكن يقفل على بكتيريا ضره يقفل على حاجة مش كويسة يقفل على جسم غريب فالجسم العبقريب يبتدي من تحت الفوق يبتدي يمد انابيب اللي هي شعيرات دموية جديدة للمكان والشعيرات الدموية تمشي معه الخلايا لغاية ما ايه ما الجارح يقفل مش مشكلتنا وبنتكلم حضرت في المناعة بطر راغي ماشي جسمك تفتح دخلت البكتيريا بالالاف والملايين منها الكويس ومنها الوحش الكويس مفوش منه خوف البكتيريا والفيروسات الضارة لقى الطريق لجسمك جوه تبتدي تدخل وتتكاثر ضعف كل تلت ساعة عشان تعمل انفيجن وغزو صور الصين العظيم تفتح يا أولاد تعالوا ورايا أول الجسم ما يبتدي يحس ان البيئة بتاعت الخلايا تغيرت البيئة البكتيرية بتكبر بسرعة خلال تلت ساعة بتدت تزيد ضعفها بتدت تغير البيئاتش أو الحمودة أو القلوية بتاعت المكان حضرتك الخلايا بتعلن حالة الطوارئ وتعلن حالة الحرب قبل ما تعمل الخلايا دية الخلايا الجلدية نفسها تفرز مادة اسمها Anti-microbial peptide الخلايا اللي مشتبع المناعة خالص تفرز مواد سمية تموت بكتيريا A, M, B و شيل الكلمة دي عشان سأتكلم عليها في الآخر Anti-microbial peptide تبتدي تموت اللي تقدر عليه الخلايا بتكتر بسرعة تبتدي النيتروفيل تيجي تكلها واحدة واثنين الميكروفاجز تيجي تاخد مية وتدخلهم جواه يتهضموا تكل مية مية يبقى الميكروفاجز تعملت النتروفيل تعملت الدنتريتك سيلز وما قدراكم الدنتريتك سيلز ما بتعمل ايه احد انواع الخلايا المناعية تبتدي تاخد عينات من المكان وتفهم من جواها هوا ده بيروسات اكتر ولا بكتيريا اكتر اول ما تعرف ان ده بيروسات ولا بكتيريا تبتدي تود للجهاز المركزي ان فيه حرب وانا جبتلكوا عينات من البكتيريا او الفيروسات عشان كل حاجة لها ادفعها المكان ده بيحتاج يوم يوم كامل ان الخلايا ده تاخد العينات وتروح للجيش المركزي اللي هو في الخلايا الانفوية جهازك المناعي تمام طب اليوم ده يحصل ايه هنستنى لسه يوم خلايا تيه والمضادات الانتباديس تيجي ما ينفعش مفيش وقت ارض المعركة بيحصل فيها ايه؟ الامي بي بي زيت فيموت كثير من البكتيريا الميكروفاجز تعمل حاجتين تنشط النيتروفيلز فتبتدي تاكل معها كثير وهي نفسها تقولي الاوعية الدموية نزليلي مية عشان اعرف اتحرك في ارض المعركة بسهولة فعشان كده تلاقي الجرح بقى فيه مية وسائل خفيف اول يومين ده اشارة من الميكروفاجز بتقولي الدم اديني مية عشان اعرف اتحرك عشان اعرف اكل كثير الخلاية النيتروفيلز بتعيش خمس ايام او من ثلاث لخمس ايام لما تاكل تحارب كثير كثير تبتدي تدخل التدمير الذاتي عشان ربنا عمل النظام ده بحساسية يقتل ويختفي مش يقتلوا بعدين يممكن يدخل على الجسم نفسه او ياخد طاقة ملهاش لازمة برضو شيلوا النقطة دي في الاخر خلاص يبقى الميكروفاجز والنيتروفيلز والام بي فورز بينظف الارض ارض المعركة دنتريتكسيلز راحت لخلايا تي الخلايا تي العظيمة التي اول ما يجيلها الاشارة في حالة حرب تبتدي تطلع التي هيلبر اللي هي التي المساعدة تبتدي تتطاعف بالملايين تطلع اشارة للميكروفاجز تنشطي اكتر واكتر تدي اشارة للنيتروفيل اوعي تموتي دي اول قبلة حياب تديها الخلايا تيه للنيتروفيل لا خمس ايام ايه لسه لما ما تديكيش الاشارة تبقى تموتي الواحدك انما ما تموتيش ابدا احنا في حالة حرب تبتدي تعمل سايتوتوكسيك تروح بالزبط على الخلايا اللي جاية من بره اللي جات بيها العينات تروح تنشط خلايا بيه اللي هي بتعمل المضادات بالملايين تعمل الخلايا بيه ملايين المضادات عشان كل انواع البكتيريا اللي جاية بارض المعركة اللي هو الجرح أثناء العمل الشديد وإفراز المضادات دي بتبتدي تضعف وتبتدي توقف الشغل تيجي تديها تي هيلبر تي المساعدة قبلة الحيان مرة اثنين نتروفيل و دلوقتي خلايا بيه عشان تجدد نشاطها وتطول عمرها وتزود الأكسوجين والكفاءة بتاعتها فتفضل تطلع ملايين المضادات الجيش دي يجي خلايا تيه السمية والملايين المضادات تروح لأرض المعركة تمشي في الدم وتسيب خلايا الدم تطلع بره في السائل اللي هو جام الدم اللي عملته المايكروفيل وتبتدي تروح تنشط أرض المعركة أول حاجة أي خلايا من الجسم تعبانة قديمة مفتوحة بتموتها الأول عشان تحمي ظهرها عشان سموم الخلايا دي ما تطلعش عشان ما تبقاش مكان لعدوة فيروسية وبكتيرية تاني حاجة تبتدي تموت البكتيريا والفيروسات بكفاءة عالية جدا لأنها عندها الجيناد بتاعتها اللي جات بها الدنتريتك سيلزي في خلال أربع خمسة أيام أرض المعركة نطفت طبعا عرفنا أن الميكروب يبقى عليه الانتيباضيس في الميكروفيل يجي يعمل كمبليكس يأكل و يخلص عليه يبقى أرض المعركة نطفت تماما بعد ما كل البكتيريا تموت والفيروسات تموت بيبقى في عندك ملايين الخلايا المناعية في الجرح الخلايا المناعية يجيلها الأوردر انتحري كل الخلايا اللي شاركت في الحرب لازم تموت لسببين أول حاجة دول ملايين الخلايا بياخدوا طاقة و الجسم لازم يحافظ على الطاقة تاني حاجة دورك خلص إشارة الحرب انتهت و البكتيريا رفعت الإشارة البيضاء كل الخلايا تنتحر إلا نوعين خلايا T-Memory والB-Memory اللي هما الخلايا اللي بيشيلوا الذاكرة الـ CD بكل الموقعة و كل اللي حصل و كل الحرب و كل الجنات عشان بعد كده لو جرحت وجالك الميكروب والبكتيريا دي الخلايا دي تبقى موجودة تتنشط تموت من غير ما تطلب مدد من الجهاز المركزي ده اللي بيحصل في الجرح بعد أربع خمس تيام انت خفيت و جلدك لم و دمك وقف و الخلايا المناعية انتهى دورها و انت محسيتش بأي حاجة عشان كده مليارات الخلايا و ملايين البكتيريا لا يمكن تهزم مناعة الجسم البشري الجزء الثاني دلوقتي عايز اتكلم على مرض مناعي اسمه الصدفية الصدفية دي بيحصل فيها ايه؟ الجسم من غير ما تجيل اشارة خلايا الجلد بتنزل مادة الام بيه الانتي ميكروبيا اللي بيبطايد عشان كده لطيرك و حطوها في الزاكرة تبتدي تفرز المادة ديه المادة ديه تتنشط الخلايا المناعية تيجي النتروفيل كتير و تيجي خلايا تيكتير و تيجي الخلايا الدينتريتك و الميكروفاجز تتتنشط في هذا المكان النتروفيل من احد الوظائف بتاعتها بتدي اشارة للخلايا تنشط فلما الخلايا تنشط كتير و مفيش اصلا جرح يبتدي الخلايا الطبقات الجلدي تترسب ورا بعد تيجي ورا بعد تيجي ورا بعد فيبقى جلد تخين او المكان بتاع الصدفية عشان كده الصدفية مرض في جهاز المناعة لان المناعة بتحارب بشيء مش واضح المناعة بتحارب بشيء مش موجود الخلايا بتزيد قوي و تعمل تفاعلات إنترليوكنز و سايتوكينيز اللي هي مواد بتنشط المناعة و بتنشط المناعة في المكان و بتنشط الخلايا المناعية في المكان لغاية المكان ما يبقى أرض معركة بدون معركة فهو ده مرض الصدفية بمنتهى البساطة أعالج مرض الصدفية ازاي أصل جهازك المناع فين؟ الامعاء الميكروبيوم صلح الميكروبيوم المناعة تتصلح بطل جلوتين و لبن و سكريات و انك تظهر بالليل و انك تدخن او تشرب كحوليات او ان انت متتنفس كويس او انك متاخدش فيتامين دال او متعدش في الشمس او متشربش مية او متلعبش رياضة بطل الحاجات كلها جهازك الهضمي هيرتاح و او قدرت الخلايا المناعية على تمييز الحاجة الصحة من الغلط تزيد الحاجة الموجودة مش من الحاجة الموجودة بتزيد بعد كده ممكن تستخدم حاجات تزود المناعة المكان او تزود الفيتامينات في المكان او تزود القدرة الجلدية على عدم التكاثر السريع اللي هو مثل النيم ممتاز تاخد حبوب الزنك ممتازة الفيتامين آلف ممتاز الحاجات دي كلها عشرة في المية بعد 90% ما تصلح الجهاز الهضمي 85% من الحالات اللي أنا شفتها في حياتي من الصدفية ومن الإكزيمة ومن الحساسية خفوا بنسبة 100% لما عملوا الكم حاجة اللي أنا قلتهم دول هقف الحلقتي قبل ما نروح لموضوع المسابقة جهازك المناعي هو أهم ما تملك هو قدرتك على الحماية من الفيروسات دلوقتي كل العالم بيتكلم على الفيروسات بيتكلم على المناعة بيتكلم على الفيتامين سي على الأكل على النظافة الشخصية اللي اتكلمنا عليها من زمان كل العالم بيتكلم على الحاجات دي فضل ربنا احنا يعني ملاحظة صغيرة يعني أعوز بالله من كلمة نحن أو أنا الطب العادي بينظر للمشكلة بعد ما تحصل ينتظر الفيروس يدور على فكسين يدور على مضادات يستنى السكر يعمل حاجة تزبط السكر يعمل حاجة تقلل السكر يعمل حاجة تزود الإنسولين إنما الطب الوظيفي بيستبق الحدث أنا بكلمكو على المناعة قبل ما يجي المرض بكلمكو على الفيتامنات والمعادن قبل ما يجي المرض أنا بكلم على النوم قبل ما يجي المرض عشان لما يجي المرض يبقى دول خايفين ودول واخدين بالهم وعملين حسابهم من الأول هذا هو الطب الوظيف الذي أدفع عنه هذا هو الطب الوظيف الذي أدفع عنه الطب الذي دخل الناس في الأدوية هو اللي وصل من عيتهم لكده لأنك حاجة من اثنين يتعطي وقايا يتعطي علاج ولو ركست على العلاج بدون وقايا أنت بتضيع البشر ووصلنا للطريق المسدود اللي احنا وصلناه ولو أنت بتدي وقايا هتوفر أصلا وجود العلاج وحتى لو جي مرض يبقى فيه ناس شطرة قوي والعدد مش كبير قوي ونسبة النجاة أحسن بكتير من ما يكون العدد الناس اللي عيت أكتر من الناس اللي حصل لها وقايا قادر سلتي في فكرة تاني والحمد لله يوم ورا يوم ورا يوم بيباني أن المدرسة اللي أنا مؤمن بيها وبنشرها للناس بتكسب وتعلى أكتر واكتر دخلنا بقى في المسابقات بلا مرد بلا بتاع عيتنا معاك بالنسبة ببقى للمسابقة حلقة الاثنين مليون الرابط هصورها وهيبقى فيها عشر فائزين كل فائز من عائلة فكرة تاني هيبقى ليه ميت دولار هدية من البرنامج لأحد أفراد عائلة فكرة تاني إزاي يا دكتور نيكسة بالميت دولار دول في العشرة دول تعمل اللي هقولك عليه أول حاجة لازم النجاح هيبقى بالانتساب يعني أنت منتسب لك معاك شهادة الشهادات دي على الموقع برقم لأن مش بالاسم مش هجب من التعليقات أنا اسم كده وخلاص المفروض اللي يحصل إنك تكتب أنا من عائلة فكرة تاني وتعمل شير للحلقة وتكتب رقم الانتساب بتاعك كل الأرقام الانتساب الحلقة الجاية لغاية حلقة الاثنين مليون إن شاء الله أول رمضان تقريبا أو قبل رمضان بشوية هنقول رقم الانتساب كذا 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 تم النجاح أو تم اختيارهم من قبل الكمبيوتر وهنسلمهم الجوائز وهنقول ساعتها تسليم الجوائز ازاي مشاركة من البرنامج لعائلة فكرة تاني على مشاركتكم لأن انتو ليكوا دول كبير قوي في نشر الرسالة بتاعت البرنامج إن كلمتوا قريبكو كلمتوا عائلتكو كلمتوا الناس اللي بتحبوهم عشان نستفيد أكتر وأكتر وإنقلل طب الأدوية شكرا ليكوا جمعة مباركة شايروا هذه الحلقة منتظر أن من عائلة فكرة تاني رقم الانتساب وشاير الحلقة مش أكتر من كده الحلقة دي والحلقة الجاية لغاية حلقة 2 مليون رغاية رغاية وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب نتقابل المرة الجاية السلام عليكم باي اشتركوا في القناة